اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من مزمور 143 آية رقم 8 اسمعني رحمتك في الغدات لأني عليك توكلت عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي آية عشرة علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستوية عزيزي المشاهد صلاح حية صلاح حقيقية طلع من قلب داود بإسم الرب يسوع نصلي مثل هذه الصلاوات داود بيقول له أنا عايز لأنه كان في ظروف صعبة داود لما قال هذا المزمور فقال له في الغدات يعني في الصباح أو المصحة من النوم كده سمعني اسمعني رحمتك مرة داود قال اسمعني سرورا وفرحا يعني يا رب قل لي قل لي سمعني رحمتك يعني الرحمة هنا ترجمة لكلمة عبرية تعني إلى جانب الرحمة تعني أيضا تعني فعلا الرحمة لكن إلى جانب الرحمة بتعني الحنان والحب يعني يا رب كلمني كده في روحي اسمعني عايز أسمع أنك بتحبني أنك بترحمني أنك بتعاملني بحنان أصحى كده من النوم الرب تشجعني يعني كأنك كده بتصلي بتقول يا رب أنا عايز كل يوم أصحى الصبح أسمع منك كلمة مشجعة أو أسمع منك كلمة مفرحة اسمعني سرورا وفرحا يعني حاجة كده مفرحة قوي حاجة كده منعشة حاجة كده تطمني فيها أنك أنت بتديني الرحمة بتعملني بالرحمة بتديني الحب بتعملني بالحب والحنان وبعدين بيقوله أنت أنا بطلبك يا رب أنك كل يوم الصبح تقولي كده في الظروف الصعبة دي لأني أنا مش بتكل عن ناس ولا بتكل على نفسي أنا بتكل عليك يقوله كده لأني عليك توكل ولأني عليك توكلت تلاقيها في ترجمات أخرى لأني وصقت فيك عزيزي المشاهد لو أنت في دي قضع ثقتك في الرب وتقوله كده يا رب لأني أنا واثق فيك ومعتمد عليك ومتكل عليك في الصباح شجعني سمعني كلامك المفرح زكرني بآية تقولي فيها أنك بتحبني تصحى كده من النوم تلاقي كده جواك أو تلاقي نفسك بترنم ترنيمة تعبر عن أن الرب بيحبك أن الرب بيعملك بحنان أن الرب عايزك فرحان اسمعني في رحمتك والآية اللي في مصمور 51 اسمعني سرورا وفرحا بعدين الصلاة الثانية جميلة أوي عرفني الطريق يعني أنا الوقتي قدامي حلول أمشي في الحل ده ولا ده ولا ده قدامي أكتر من طبيب أروح عند الدكتور ده ولا الدكتور ده ولا الدكتور ده هعمل مشروع وهدخل في الشركة عايز حد معايا واللازم الحد ده أنا مؤمن عايزه مؤمن بس قدامي المؤمن ده ولا ده ولا ده صلاة عظيم عرفني الطريق التي أسلك فيها ليه؟ لأن برضو أنا متكل عليك لأني إليك يا رب رفعت نفسي وصلي هذه الصلاة لو أنت عايز تمشي في السكة اللي الرب من إيد الرب لأن السكة اللي من إيد الرب هي السكة اللي فيها الأمان هي السكة اللي فيها النجاح هي السكة اللي فيها التعويض هي السكة اللي فيها الشفاء هي السكة اللي فيها انتصارة على إبليس فلو انت عايز تمشي في السكة بتاعة الرب تصلي من قلبك وتقول له عرفني الطريق التي اسلك فيها ليه لاني اليك رفعت نفسي وبعدين يقول له كده علمني اي عشرة ان اعمل رضاك يعني كمان يا رب انا مش عايز اعمل حاجة لا ترضيك انا عايز اعمل ما يرضيك انت وليس ما يرضيني لو ما يرضيني اتعارض مع ما يرضيك لابا انا عايز مشقتك مش مشقتي ومش عايز ارض الناس على حسابك انا عايز علمني ان اعمل رضاك ليه لانك انت الهي انت الهي يعني انت اللي انا بعبده فانت علمني ازاي ارضيك وبعدين يقول له ايه بقى روحك الصالح يهديني يعني يقودني في ارض مستوية ارض مستوية يعني مكشوفة كده يعني ما فيهاش مطباط يعني ما فيهاش شباك كل حاجة واضحة لما الروح قدس يقودنا مش هنقع في شبكة مش هنقع في حفرة كأننا ماشيين بالزبط في ارض مستوية روحك الصالح يهديني في ارض مستوية عزيزي المشاهد تعالى معي الان الى سفر العدد اصحاح عشرين من نكمل التأمل في هذا الحادث المأساوي في مأساة الذي اخطأ فيه موسى رجل الله العظيم خطيئة مركبة وان حتى رجال الله العظماء يخطؤون احيانا بس الكتاب زي ما بيسجل القمم الكتيرة بتاعتهم بيسجل القيعان قاع عكس قمة بتاعتهم عشان زي ما نتعلم من قمم موسى من قمم داود نتعلم ايضا من اخطأهم وموسى رجل عظيم رغم هذا الخطأ وداود رجل عظيم رغم الخطأ اللي وقع فيه ليه؟ لانهم متضعين لانهم لما غلطوا رجعوا للرب طالما انا فيه الرجل العظيم في الحياة الروحية مش هو اللي مغلطش انما لما هو لما غلط اتعلم من خطأه عزيزي المشاهد ايه القصة ببساطة الرب طلب من موسى ان يعمل حاجات ان يروح يكلم الصخرة ولما يكلم الصخرة الصخرة تطلع مياه هو لانه كان منفعل على شعب الرب لانه شعب الرب خصمه ولانه كان متأثر بموت اخته فاتنرفز على شعب الرب ما كانش عنده تحكم في نفسه ما قدرش يتحكم في لسانه زي ما بيقول مزمور 106 فابتدى يزع فيهم وفلت منه الكلام وقال لهم انتوا ايها المرضى انتم ايها المتمردين اصل اللي عملوه خليه عنده مرارة منهم وتعلمنا الدرس ان احنا لازم دايما نتخلص من المرارة يعني عندك مرارة من زوجتك تقعد قبل ما تحل المشكلة معاها تقعد مع الرب يشيل منك المرارة لعني لو هتحل المشكلة معاها وانت جواك مرارة ومجروح لا هتبقى منفعل زي موسى واتغلط درس مهم جدا انا لازم اتعلم ان اروح للرب ينظفني اول باول ما سيبش مرارة تقعد جوايا وتكبر جوايا لا لعني لما هاجئ اواجه الشخص الاقي نفسي بنفعل وبتغاز وفيه ابناء بيعملوا كده مع اباهم مثلا ان يقعد شايل 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 يجي في لحظة وينفجر هو ده اللي حصل لموسى في الموقف ده حاجة زيئة تقولي كان الاصول الابن ده يعمل ايه لا تعب يصلي ويمكن الرب يديله ان يتكلم مع بابا ما يقعدش يخلي الامور تتراكم تتراكم لغاية ما توصل لدرجة الانفجار وما يوصل لدرجة الانفجار هيتكلم كلام صعب ما هو واحد اعلى منه هو واحد يصول يحترم والكتاب يقول اكرم اباك وامك كسر الوصية ومش بس كسر الوصية بعد شوية هيندم انه قال الكلام ده لابو فليه تسيب نفسك جواك مرارة وتعب يعني لما نرجع لمزمور 106 اللي بيوصف اللي حدث لبوسى بنلاقي بيقول لك كده لانهم امروا روحه يعني السبب ان المرارة من الشعب جات في روح موسى موسى روحه صلوتي بقى مبتهجة لا انا تعبان من الناس دي طب انا تعبان اعمل ايه تعبان من اولادي تعبان من زوجتي تعبان من صديقي تعبان من الاسيد بتاع الكنيسة طب ايه يعني هروح للرب والرب يشفيني والرب يريحني والرب يدي سلام جوايا لان هو قال كده سلامي اعطيكم الرب يشير المرارة مني لكن لانهم امروا يروحوا حتى يقول لك فرطة بشفتي يعني طلع الكلام ان فوش حكمة لان الكلمة دي فرطة دي تيجي في بعض الترجمات لان القص بتاعها انه تكلم الكلام ان فوش اي حكمة ليه لان فيه مرارة جواه الدرس ده مهم جدا وعشان كده بعيده مهم جدا انك ما تنامش جواك مرارة لا مرارة من شخص ولا مرارة من حدث يعني تبقى نفسك مرة عشان مثلا خسرت في الشغل بتاعك لا تقعد مع الرب وطلع الايات وآمن ان الرب وإلاء التعويض ما تنامش وانت عندك مرارة لان المرارة تخليك تتصرف تصرفات غير حكيمة وتتكلم زي موسى كلام غير حكيم نتيجة الانفعال ده والكلام الغير حكيم الرب قال له تكلم الصخرة تطلع مياه زي ما شرحنا قبل كده ما كلمتش الصخرة رح ضربها اول مرة ما طلعتش مرة المياه رح ضربها مرة كمان رح تطلعها مياه قلتلك مش معنى انا طلعت مياه ان موسى تصرف صح موسى كان غلط امام الله قصة بتقول كده انما امام الناس كان موسى الرائع اللي حللهم المشكلة بتاعت ان ما فيش مياه وفيه برية عزيزي المشاد احيانا الرب يخليك تنجح رغم ان انت مش صح لأسباب كان السبب هنا انه مش عايز يهز صورة موسى امام الشعب لان موسى لسه ليه دور صحيح قرب يرحل من الحياة لكن لسه ليه دور فمش عايز صورته امام الشعب تهتز لكن مش معنى كده ان العمل موسى صح نكمل بقى نكمل القصة اية 12 قال الرب الموسى من اجل انكم لم تؤمن بي يعني ما صرفتوش بالايمان ايمان بيقولك كلم الصخرة انت بقى الصورة القديمة اللي عندك اللي في الله شعور يا موسى ساعت وانت ربط الصخرة وطلعت مية هي دي اللي انت اعتمدت عليها لكن انت كان لازم انت تؤمن وهارون كمان لانه هارون كان معاك انا قلت انتو الاتنين انت روح تكلموا الصخرة وشرحنا ليه هارون عشان ده بيت الصورة المعنى الرمزي بتاع القصة دي نعم تتكلم عن ان الرب يسوع في السماء زي هارون كده هارون كان كان الرب يسوع الان في السماء كان مؤمنين العهد الجديد الرب يسوع هو الكان او رئيس الكان زي هارون بتاع مؤمنين العهد الجديد بيشفع فيهم امان العرش زي ما بتقول رسالة روميا ورسالة الى العبرانيين فعشان كده قال له خد هارون معاك كلموا انتو الاتنين الصخرة وينكلم الصخرة ليه لان احنا النهاردة مش هنضرب المسيح ونصومه تاني خلاص الصلب زمان بالنسبة لموسى ضرب الصخرة من ثمانية وثلاثين سنة وشوية بالنسبة ليه المسيح الصلب شوف كاف من اكتر من الفين سنة خلاص الصلب مرة واحدة البار من اجل الاسمة مرة واحدة زي ما قال ارسالة بوتس الرسول الاولى خلاص طب يبقى انا مش اصطب الرب تاني عشان خطيات اتغفر وعشان اخد الروح ما لا اعمل ايه اكلم من رب فهنا لازم موسى واروني كلمة الصخرة عشان يبقى مثال للي بيحصل النهار ان احنا نكلم الرب يسوع فناخد المية ناخد الانتعاش نمتبق بالروح لان المية بتتكلم عن الروح القدس واذا انت عايز دليل ان المية بتتكلم عن الروح القدس ده بقى اقرأ يحنى سبعة لما الرب قال انعطش احد فليقبل الي ويتكلمني يضع ثقة طفية وتعليق الانجيل يحنى على كلام الرب يسوع يقول لك قال هذا عن الروح يبقى اذا المية اللي الرب بتكلم عليها بالعطش انعطش احد لو حد عطشان عايز فرح الروح عايز قوة الروح عايز يخدم الرب ويجيب صمر فعايز الروح لازم يروح للرب بايمان ويكلم الرب يقول يا رب انا محتاج امتلق بروحك هنا الرب بيقول لموسى وحارون من اجل انكم لم تؤمن بي لو انت كنت اتصرفت بايمان رحت وكلمت الصخرة كانت اطلع ميا على طول لكن امنتوش انت صرفت بالجواكم بالصورة القديمة حتى تقدساني لان ده كان هيب مكت لي امام اعين بني اسرائيل الحكم الرب بقى على موسى وهارون لذلك لا تدخلان هذه الجماعة الى الارض التي اعطيتهم اياها الرب هنا حكم على موسى وهارون انهم مش هيدخلوا ارض كنعان ممكن واحد يقول لي ده حكم قاسي اقول لك ده في نظرك لكن الرب عنده مبررات وعنده اسباب ودائما الرب صح احنا غلط ممكن واحد يقول ده حكم قاسي اقول لك لا مع الغلط كمان كان عنده امتيازات كتيرة قوي يعني الرب عطاله يعمل معجزات الرب كان بيتكلمه فما لفم يعني قال كده الرب حتى المريم وعرون عن موسى قال لهم انا مش بتعامل مع موسى اييكم الرب اظهر له مجده ولما موسى صلى وقال له ارني مجدك الرب اعطاله لوحي الشريعة الرب اطلعه فوق الجبل بتاع حريب يعني امتيازات ما بعدها امتيازات الرب اعطاه له فلما الرب يدي لك امتيازات كتير اه وتغلط والرب عطاله فرصة ان يتصلح الغلط لعنه ضرب اول مرة الصخرة مطلعتش مية كان اصول ان موسى يعمل ايه كان اصول ان موسى مدام الصخرة مطلعتش مية من المرة الاولى يقف وما يكبرش ويسأل الرب طب اعمل ايه الرب كان يفكره يقول له اتكلم الصخرة كتتطلع مية لكن هو ما عملش كده هو اصر ان يمشي في الضرب ده وضرب وقلتلك ان موسى سقط في دائرة القوة بتاعته لانه كان حليم ومع هذا كان اكتر واحد حليم في الدنيا الكتاب بيقول عنه كده ومع هذا اتنرفز وتعصب على الشعب فخطية مركبة وقع فيه موسى تقول لي طب هارون زنبه ايه اقول لك هارون كان ممكن يوقف موسى هارون بقى الشخصية دي احنا درسناها في ستسلة هارون انه ظل الى حتى طول حياته مش قادر يقول لا هو عا تكون كده انك انت دايما تقول اه حتى على الغلط يعني هارون كان ممكن يقول للموسى لا 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 ما تضربش الصخرة تضربتها مرة ما تضربتش مية الرب ما قلناش نضرب الصخرة الرب قال لنا بكل وضوح انا سمعته زي ما انت سمعته كلمها الصخرة ان انا هارون ما امش بدوره عزيزي المشاهد لو انت شايف اخوك بيغلط اخوك الروح يعني وما تنقوش انك انت بتغلط يبقى انت بتشترك معاه في الغلط انت عايز صراح دماغك انت بش عايز تدخل في منقشات لا ما ينفعش طالما الكتاب واضح اذا اخطأ اخوك ايه اذهب وعاتبه عاتبه لما تعدبه وما يسمعش منك لانك بتحب اخوك ومش عايزه يستمر في الغلط وتشايف اللي بيعملوا ده غلط تجيب له اتنين مؤسرين يكلموه وما تنشرش الاخبار يعني ما تقودش تتكلم كده نميم عليه لا ده بينك وبين وحدك وما في الاول بعدين تجيب له اتنين واذا يسمعش من الاتنين دول تقول الكنيسة القادة بتوعتي الكنيسة ليه لانك انت مش عايز اخوك ده او الشخص اللي انت ليك علاقة به او الشخص اللي في كنيستك انت تعرفه كويس تقول لو انت تعرفه كويس يعني هارون علاقته مع موسى اخوات واخوات في الايمان واخوات في الخدمة يبدأ يخلي هارون مسؤول يعني لما تبقى علاقتك عميقة مع شخص تبقى مسؤول تبقى مسؤول اكتر لان كان في امكانك انك تنصحه تقول لي خايف يزعل مني ثم يزعل منك تقوم بدورك ما ليش اخصية هارون بقى اللي هو دايما مريم عملت غلط ما قادرش يقول لها انت غلط ثم نمت على موسى اخوه لما شعب الرب عمل العقل راح ما يدرش يقول لهم ده غلط وحب يتحايل وصعب لهم الامور وقول لهم طب هاته الداب عايز صعب الامور بس مش قادر ما كانش ما عندوش الموكهة هتقول لي طب انا شخصيتك كده ما عرفش يواجه اقول لك لا مدام الرب عايزك تواجه هيديك الرب القوة ما احنا كلنا كان فينا حاجات كتير نقصة انما لما بنصلي الرب بيكمل النقص بيشتغل جوانا والرب ما بيسمناه زي ما احنا شخصيتنا بتختلف لما بنيجل الرب تقول لي اه انا في الحكاية دي انا بتكسف انا ما بقدرش اكلم ما بقدرش اعلن الحق طب تعالا للرب وقول له يا رب انا عايز ديني شجاعة وعايد واحد يقول لي مثلا اه انا دايما كلامي كده زي الدبش صعب 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 بس انا مش كده من جواي اقول له طيب هل صليت ان الرب يدي لك لطف في كلامك لو قال لي ما صليتش خلاص هيستثمر زي ما كده انت لكنك انت لو صليت بايمان هتتغير فهارون ماشية ماشية في سكة غلط تقول لي لا دا تتنرفز وتعصر اقول لك اه معاك حق هي ممكن تعمل كده لكن صلي ادي فرصة للرب يوجهك امتى تتكلم معاها وبأي طريقة تتكلم معاها والكتاب بيقول كده يعني لو هارون خايف ان موسى يتنرفز منه يطلب يقول له يا رب اديني حكمة عشان اقول له موسى ايه اللي بالعصايا دا اللي ما قالش عليه الرب لان هارون ما قامش بدوره تعرض لنفس العقاب اللي جه على موسى وتتساش بقى ان احنا في العهد القديم وشريعة العهد القديم ما فاش نعمة انما فيها الناموس عين بعين وسن بسن فالرب تعامل مع موسى بطبيعة العهد القديم انما عزيزي المشاهد رغم ان موسى مدخلش الشعب ارض كنعان لكن كلنا عارفين ان دخل ارض كنعان بعد كده في حادثة التجلي لما الرب الرب تجلى فين ما في ارض كنعان لما الرب طلع فوق الجبل وتجلى جه مين جه موسى وجه إلي فإذا موسى ان كان حرمة من ارض الموعد فدخل الارض الموعد في مناسبة اعظم لان الهنا اله التعويد يعني هنا كان يدخل قائد للشعب لما فوق جبل التجلي في مناسبة اعظم تكلم مع الرب يسوع وتكلم عن الخلاص اللي يعمله والصلب بتاعه تعويض عظيم جدا عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب اله التعويض معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الاسد في الخارج هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel dot org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 30 30 الحرية هليو بوليس القاهرة همهورية مصر العربية او rivers of life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK او ارسلوا لنا بريداً صوتياً او رسالة SMS على 012 2 500 77 88 واخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org اربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة